صلوا على رسول الله في خاطري شيء ودي أقوله معكم أخوكم أبو خليفة من الإمارات العربية المتحدة قصتنا اليوم من التشيك من جمهورية التشيك أو تشكسلباكيا سابقا المهم بطل القصة أخونا أبو حسن من العراق الله يرد العراق مثل ما كانت وأحسن قوله أمين أخونا أبو حسن سافر للدراسة في التشيك فهو في التشيك طبعا كونه مسلم ويحاول يتجمع مع المسلمين ويسون لهم مثلا صلاة التراويح في ارمضان وتجمع وكذا كذا فكانوا بشكل مثل قروب مع بعض مع مجموعة من الدول العربية طبعا في ذكل أثناء يعني في بداية التسعينات استوى الحرب اللي هي في البوسنة بين الصرب والمسلمين طبعا كانوا الصرب يذبحون أي ريال في العائلة والعوايل يشيردون يروحون للتشيك فيقول احنا كنا من ضمن العوائل فيقول انا من ضمن الناس اللي كانوا يستقبلون العوائل هذي فيوديها يعني نوفر لهم سكن ووفر لهم أكل اهتمام ملابس كذا كذا فالظروفهم تكون صعبة جدا يعني فكنا مستأجرين بيود كذا أماكن نسكنهم فيها الموضوع مش هذا الموضوع موضوع أكبر من شي تابع للأخير بس بتعيبك القصة يقول من ضمن العوائل هذي اللي نيبها يد حرمة ومعاها خمسة بنات فيقول انا اهتميت فيهم كوني ما معاهم حد والحرمة كبيرة والبنات كلنا صغر فيقول خليتهم لمدة سنة اهتميت فيهم وأجر لهم وأودي لهم أكل وأودي لهم كذا وكذا بعدين الحرمة يعني حبتني وايد الكبير الأم فقالت لي ليش ما تزوج وحدة من بناتي أنا ما قوي منك شي أنت مثل ولدي فهذه وحدة من بناتي خذهم على قد خف عني الحمل فيقول اخترت الأكبر وحدة اللي كان عمرها تقريبا ما 16-17 سنة وحافظ القرآن يا حظة يا حظة هذا حافظ القرآن اتزوج حصل بنت صغيرة جميلة مسلمة حافظ القرآن ممتاز جدا المهم مبهني موضوعنا موضوعنا بوحسن شو كان هدفه هدفه أن يسوي مركز إسلامي في الشيك فكانت الشيك رافض رفض قاطع هذه الأشياء حاول كم سنة يحاولون هو المجموع اللي موجودين عند اللي من الجزائر ومن تونس من المغرب من مدروين من الدول العربية ما في أمل حاول ترفض الحكومة طبعا يقول سبحان الله ستوة المشاكل في العراق واحتلال العراق وضربه العراق وطاح صدام وكذا كذا فكل صحفيين العالم شوف سبحان الله رب ضارة النافعة فكل صحفيين العالم كانوا هدفهم أن يغطون هذه الأحداث اللي في العراق اللي صايرة شو مستي في العراق هدفهم يعني يغطون هذه الأحداث فالشيك أرسلت أفضل صحفيين عندها إلى وين إلى العراق عشان يغطون عشان يغطون الحرب فالصحفيين في العراق كان فيها في التسعينات معروفين طبعا الصحفي يعني مثلا عندنا كان احنا صحفيين في الماضي يكتبون جديد الاتحاد يكتبون كذا في ناس يعرفهم أيضا في التشيك كانوا أربع صحفيين معروفين على مستوى يعني شهره غير طبيعي لما تقول فلان يعني هذا معروف جدا صغير وكبير يعرفه صحفي معروف فالتشيك أرسلت أربع أحسن أربع صحفيين عنده إلى العراق راحوا الصحفيين في السنة 2003 الصحفيين المسكو تخيل يقول لك تلفزون وإذاعات وكل حد يتكلم عن هذا الموضوع أن الصحفيين المسكو شو الحل اللي عنده أي حل يتصل على الرقم الفلاني اللي عنده أي كذا يتصل على الرقم الفلاني فيقول احنا كنا فريق مسلمين يعني العين علينا أن احنا موجودين في هذه الدولة موجودين مش عشان شي بس تجمعنا يعني معروف يقول تجمع معروف وسمعنا الأحداث أن الصحفيين الأربعة المسكو في العراق وما يعرفون عنهم أي شي المهم بعد ما المسكو كان المسكو يقول لك يوم الأحد أو الأثنين فالحكومة طبعا ادخلت وزارة الخارجية من رئيس الدولة كذا منه منه كلموا العراق كلموا الحكومة العراقية يمين يسار كلموا الأمريكان عساسة يدخلون في الموضوع هذا وصلوا لوزير الخارجي العراقي قالوا له أن الموضوع واحد اثنين ثلاثة الصحفيين هذا لازم يردون يعني غالين عندنا نبغيهم لازم يردون فقالوا لهم شو كان وصل الخبر للوزارة الخارجية العراقية أن يوم الخميس قال لحنا اليوم الخميس آخر الدوام وبكرة جمعة يعني يوم الجمعة يعتبر يوم ميت ما في أمل ما في أحد يعني دائرة مفتوحة أو جهة مفتوحة أو مكان مفتوح عشان واحد يراجع يشوف أنه وين موجودين أو في أي سجن موجودين أو من اللي ماسكنهم يوم ميت فتصبر لين السبت أو الأحد نشوف الموضوع في هذه الأثناء ضجت الصحافة التيكية ضجت تلفزيوناتهم كذا استوات مشاكل اللي ذاعا يتكلمون يوم أنتم ما تقدرون لي شو وداكم شو كذا شو كذا من الأمور ضغط من الشعب من الرأي العام أن الصحفيين لازم يردهم مهما كانت الحالة فيقول أخونا أبو حسن في هذه اللحظة يقول نحن كنا مجموعة شباب فقاعدين نتباه حالنا من حال الناس يعني نشوف الأخبار شو مستوي شو ما مستوي في الشباب يقولون ليش ما نتصل إحنا نبادر أن على الأقل يعني نسوي شي عشان يعطونا يعطونا نفتح المركز الإسلامي خل نفتح مركز الإسلامي فإحنا قدمنا كم سن نحاول واسطان دفعنا فلوس دفعنا كذا ما يعطونا حتى نفتح مسيد مسيد ما نقدر نفتح فيقول فيقولون للشباب اتصل بو حسن كونك أنت يعني أكبر وحف فينا وقديم وتعرف كل شي وتعرف الحكومة وتعرف كذا فاتصل قل لهم إحنا على استعداد أن نساعدكم في هالموضوع يوقت لهم لا ما بنا اتصل ليش يقول قلت لهم ما بنا اتصل نحن بنا تري هم يتصلون فينا نعم ليش قال بس أنا من رأي أن ما نتصل هم يتصلون فينا يقول تمينا قاعدين متجمعين في مكان واحد إحنا من الصبح لين العصر هالكلام يوم الخميس اللي الحكومة العراقية رفضت أنه قالوا يوم الجمعة الميت يوم الخميس الساعة خمس ستة العصر يا أنا تليفون من مساعد وزير من مساعد رئيس مجلس الوزراء في التيك يطلب مننا كون نحن الجالية المسلمة اللي موجودة في التيك تدخل في موضوع أنه نطلع الصحفيين الأربعة من العراق كيف نقدر نوصل لهم شوفوا لنا حل فإحنا يقول كلمنا الحكومة العراقية الحكومة العراقية قالوا لنا يوم الجمعة يوم ميت يعني بكرة الجمعة يوم ميت يعتبر في العراق ما في شيء مفتوح كل شيء مسكر يقول رديت عليه قلت لي للعلم يوم الجمعة عندنا يوم جميل قلت لي يوم الجمعة عندنا يوم جميل ويوم عيد عند المسلمين يعني مش يوم ميت لا بالعكس من أجمل الأيام إحنا يوم الجمعة نلبس ملابس يديدة نتسبح ونتعدل ونزقرة ونطلع قال لك كيف يقولون في العراق أن يوم ميت قال لا مو عليك منهم يوم العراق يوم الجمعة يوم سعيد عندنا وأنا بثبت لك هالشيء هذا قال خلص وماد أي شيء توصلون له خبرونا يقول شكلنا فريق خلية نحل يعني غرفة عمليات أن نحن شو نقعد نسوي اتصلنا في هذا وهذا 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 كل حد عند صلة في العراق قلنا له تعال خل نقدر نوصل لحل اللي عنده أي علاقة مع أي جهة مع أي حد مع أي مسؤول يكلمنا يقول تمينا قاعدين من الساعة خمس لغاية الساعة ثمتين ثلاث في الليل ونحن نفكر شو نسوي نكتب رسالة نكتب رسالة نصيغها نقطحها نكتب رسالة ثانية نقطحها ثالثة نوصل يقول نبغي نوصل لصيغة معينة نطلع فيها نخاطب منوه ما نعرف إحنا نخاطب منوه يعني احنا ناس عاديين مواطنين عاديين يعني صح اني عراقي بس أنا صار لي فترة طويلة عشر خمسة عشر سنة ما رحت للعراق ولا يعني عندي أهل عندي أخوان عندي عيال عام بس ما لي ذيك الصلة فيقول قمت قمنا آخر شيء قلنا خنكت نوجه رسالة ونقول في الرسالة أن هدفنا من هذه الرسالة تحرير الصحفيين الأربعة هو بيكون سبب أن نحنا نفتح مركز الإسلامي كتبناها بس صيغة هذه أن إذا الصحفيين ردوا بيكون لكم أجر أنتوا اللي ماسك احنا ما نعرف يقول منه ماسك الصحفيين عند منو عند الشيعة عند السنة عند الحكومة عند كذا عند الميليشي ما يعرفوا مش معروف فيقول احنا وجهنا رسالة قلنا يا جماعة اللي ساعدنا في فك الأسر عن هذول الصحفيين بيكون لأجر كون نفتح احنا مركز إسلامي بتدعمنا الحكومة وبيكون هذا أول مركز إسلامي بيكون هذا أول مركز إسلامي في في تشيك إذا احنا قدرنا نحر الصحفيين لأن الحكومة بتساعدنا كون نحن ساعدناها في أحسن ناس وأفضل ناس معروفين عندهم يبغون هم يردون بأي طريقة يقول صغنا الرسالة بما معناه يعني بهالكلام هذا أنه رخص الصحفيين عشان نقدر نفتح مركز إسلامي يقول الرسالة على الإيميل على الفاكس لك لما كان في واتساب ما كان في شي على الإيميل على الفاكس على واش كذا يقول طرشنا الرسالة واتصالات وكذا وكذا ومنه ومنه وكل حد عراقي في أوروبا في الدول العربية في كذا عندك حد جمعنا شكلنا فريق كبير جدا في وين في العراق قلنا لهم هذه الرسالة نبغيها توصل قبل صلاة الجمعة لكل خطيب جمعة في المسايد يقول إحنا وجهناها بشكل عام أن كل خطيب جمعة يقرأ هذه الرسالة قبل الخطبة أو بعد الخطبة المهم يقرأها في خطبة الجمعة نبغيها توصل لأي مكان الفريق اللي مشكل في العراق يقول خبرونا أن الخطبة الجمعة لغاية يعني الرسالة هذه لغاية الساعة 11 قبل صلاة قبل صلاة اليمعة توزعت على جميع المنابر على جميع الأمن اللي بيخطبون توزعت عليهم يقول إحنا في مراق دين طول الليل وطول النهار ونتريا صلاة الجمعة ونتريا صلاة الجمعة عندنا في 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 الشيك وفرق التوقيت ما في نوم كل الفريق قاعدين على نار أن شو النتيجة بتكون بعصلاة الجمعة يقول صلينا الجمعة صلوا الجمعة في العراق طبعا خطبوا في المنابر كلها أن الصحفيين كذا 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 ردوهم وعشان نفتح مركز إسلامي فيقول صلينا الجمعة في الشيك قاعدنا في نفس المسيد نفس القروب نفس الفريق ننتظر ما نعرف شو ننتظر ننتظر مجهول نعرف شو يعني كل واحد ماسك تليفونه كل واحد ماسك تليفونه ويالس نتريه على نار نتريه نتريه ستوت الساعة ثنتين ستوت الساعة ثلاث تغدينا إحنا نايلسين كلنا مع بعض ساعة ثلاث أربع خمس الساعة خمس رن تليفوني قال معاك وزير الخارجية التشيكي قال تفضل قال أبشرك أن بعد صلاة الجمعة الساعة ثنتين الظهر في العراق الصحفيين الأربعة في السفارة التشيكية في بغداد يقول قتل لهم الخبر تشديد استوعدنا عرس في المسيد الكل يقول الله أكبر يا الله ومدري ايش وكذا يعني عرس غير طبيعي يقول الحمد لله رب العالمين فيقونا في المكالمة يعني تريارس مع الصوت وكذا هو فرحان معنا طبعا وإحنا فرحانين فيعني يعتبر إنجاز بالنسب لنا فقال اللحظة بيكلمك رئيس مجلس الوزراء شخصيا يقول يكلم رئيس مجلس الوزراء قال معك فلان كذا كذا رئيس مجلس الوزراء نشكركم على جهودكم وفعلا أثبتونا أن يوم الجمعة فعلا يقول أثبتوا أن يوم الجمعة يوم مش يوم ميت بالعكس يوم الجمعة يوم عيد ويوم فرح وأنتوا أثبتوا هالشيء هذا فيقول بشرك أن الصحفيين وصلوا للسفارة وحيم التجهين للطيارة عشان يطلعون يرجعون التشيك قال لي أنت شو تبغي شو تامر شو نخدمكم شو كذا قال والله أنا لي طلب واحد سهل لي سنين عشر سنين نركض ورا قال لي شو قال بس تعطونا موافقة نفتح مركز إسلامي قال لك مركز إسلامي ولك مسيد ولك أراضي ولك فلوس ولك كل شي كل اللي تبون طلباتكم اعتبرها مجابة يقول خلال شهر شغالين على مركز الإسلامي مركزنا جاهز أمورنا جاهز وراقنا جاهزة بس نبلش بلشنا يقول اللهم لك الحمد وافتتحنا أكبر مركز إسلامي في التشيك وما زال للحين شامخ يدرسون القرآن يحفظون القرآن يعلمونهم دروس الدينية يعلمونهم كذا وكثير ناس عند كثير ناس من هالتشيك من مواطنين تشيكيين اللي غير مسلمين دخلوا في الإسلام من خلال هذا المركز لما سمعوا هذه القصة لما سمعوا قصة أن يوم الجمعة يوم عيد يوم الجمعة يوم عيد فيقول على كثر الخبر منتشر في التلفزيونات أيضا التلفزيونات يتلنا وسوّلنا مقابلة وشو سويت وشو ما سويت والحكومة حكومة موجودة في العراق ما قدر تسوي وانتو كم شخص حررتوا هذول قال كلا هذا التوفيق من رب العالمين كانت هذه قصة أخونا أبو حسن في افتتاح أكبر مركز إسلامي في التشيك وما زال شامخ وما زال مفتوح وما زالت فيه دروس الدينية وما زال فيه القرآن يحفظ هناك ويتلى جزاهم الله خير فسبحان الله رب ضارة نافعة يعني الحين أكبر مركز إسلامي شكرا لكم على حسن المتابعة أتمنى تكونون تستفدتم من هذه القصة وتدعون لهم وللجميع التوفيق إن شاء الله تصبحوا